إذا نوى شخص أن يعمل سوءاً ولم يفعله فهل تكتب عليه سيئة أم لا؟ ورد في الحديث أن المسلم إذا هم بالسيئة ولم يعملها أنها تكتب له حسنة وهذا إذا ترك العمل بها خوفاً من الله سبحانه وتعالى إذا عدل عن فعلها خوفاً من الله تعالى أما إذا ترك العمل بها لأنه لم يتمكن من فعلها وهو ينوي أنه لو تمكن أن يفعلها فهذا يخشى عليه من الإثم بسبب نيته فإذا ترك هم بالسيئة ولم يعملها خوفاً من الله سبحانه وتعالى كراهة لهذه السيئة وعدولاً عنها فهذا يؤجر على هذا وتكتب له حسنة كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم